خلينا نبدأ معيكي الجواز الزوج من زوجة تانية في السر البعض بيعتبروا حاجة يعني الحل الجب من الآخر ويرايح كل الأطراف والبعض الثاني بيعتبروا مشكلة كبيرة ولكن هنا خلينا نبدأ بالسؤال هو ليه الراجل يروح يتجوز على مراته في السر وليه رجالة كتير بتعتبروا ملاب آمن لمشاكلها طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول طبعا سؤالك فيه بتاع ثلاث محاور كل محور ياخد حلقتين ثلاث جواز الراجل مرة تانية احنا بنتكلم النهاردة على زواج الراجل الزوجة التانية يعني على الزواج التاني ولا بنتكلم ان هو خلاص تزوج بس هو أصر الزواج وبعدين نجي نشوف بقى يعني رأي الفقهاء في موضوع الزواج السر والعقد الصحيح ولا لا وأنه يفسد العقد وأنه الشرط اللي يفسده ومين اللي قال الشروط بتاعته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده لكن هو ليه بيروح يتزوج ده موضوع تاني مش حلقتين لأ ليه بيروح يتزوج في السر تحديدا مش حلقتنا ليه بيتزوج لكن لأن فيها فيها كلام كثيرة جدا بقى نعمل لها مرة تانية جدا لكن تزوج وخلاص خد القرار وفعلا وتزوج في السر زي ما قلت في المقدمة أن رأي المالكية الإعلان ده الشرط المالكية والزهري رأيهم الإعلان هم جمهور الفقهاء من الحنفية والشفعية والحنبلة قالت لأ يعني مش شرط الإعلان هم ولي وشاهدي عهل والماء والإجاب والقبول بالنسبة للأمر طيب صحة العقد أه العقد صحيح لكن أنت خدت قرار وسمعوا بقى النقطة دي مهمة جدا أنت خدت قرار أن أنت تتزوج زوجة تاني يعني أنت ما شاء الله يعني رجل وزو رأي ومسئولية وعلى قد المسئولية خدت قرار أن أنت تتزوج كن قد القرار دوت واعمل برأي برضو الجمهور اللي أنت بتقول لأ ما هو يجوز والعقد صحيح اعمل برضو بالرأي اللي بيقول لك ده ده مخدت به ومن الفضل أن تعلمها من الفضل بينكم والإحسان وحسن العشرة ده مش كلام ده كلام العلماء بقى إنك تعلمها إنك تعلمها على الأقل ليه والله صدقيني يا تسنيم إن ده أمان للزوجة الأولى وللزوجة التانية ليه لأن أولا هي من حقها من حقها أنها تعرف يعني مش من حقها أنها تعرف يبقى لازم فلو ما عارفتش يبقى باطل عقل لا عقدك صحيح تمام كده ولكن من حسن العشرة ومن الباب الفضل أنك تعلم ليه لأن في زوجات بصي بتنهار وفي زوجة بتنزل تقع معرفش يجي لأي وفي زوجة بتقعد في غايبوب وأعلم زوجة عرفت بس إن زوجها راح خطب لسه ما كانش أتم الأمر دوت وهي طبيبة يعني فاهمة في الكلام ده كويس وفاهمة النفسيات وكذا أعدت ماتت فيها يعني ماتت وصابت عيالة ما قدرتش أعدت ماتت عشان ماتت ماتت فيها مردت بشعرين وبعد كده توفاه الله في المرض اللي جالها ديت ما كانش حد عارف أصلا إيه وإيه اللي حصل الله سخناها ما بتنزلش وحاجات يعني خاصة بأمور النساء ونزيفوها كذا وتوفاه الله والحالة موجودة ونصحابها ونسها موجودين من باب حسن العشرة أعلمها هي برضو لها الحق إن هي يتختار تكمل يتختار ما يكمل شوه بيعمل إيه بقول أنا مش عايزة هدّ البيت الأولاني وعند عيال وعايز حافظ يعني أنت كل الأمر أنا نفسك متعتك إسعادك وأين الآخر منك يعني بيقولك لو عرفت مش هتوافق طب أنت ما تجرب سبحانك يا رب ما تجرب ما تشوف الأمر ماشي معاها زي هترضى ولا في نفسي هتقبل على فكرة تقولك بصي هو زوج حنون طب زوج حنون جدا على فكرة وحنايل وبعدين بيراديني وبعدين يعني الأمور عندي كده عارفة بتا كلمانج أنا عارفة أنه كلمانج بس بيراديني أم بحبه طب مش قطة طب استني ودي فرصة تقولك خلاص مش هستع عشان خاطر هو أب كويس فيه صفات إيجابية واحد اتنين ثلاثة وراجله كويس وأنا بحبه ومش هخليها تاخده واحدة أنا هقسمها فيه ومش هقف فيه زوجات ترو لكن فيه زوجة تانية ما ترضاش نموتها يعني زوجة تانية نفسيتها ما تستعطيش ما تقدرش تكمت وتقولك ما أقدرش واحدة أقسم بالله غيرت قطت لهم قالت لا 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 ده أنا كنت مسافش جمالني إنه جابها بقى ومراته مراته قالت حلال حلال لا وغيرته قالت لا ما أقدرش اللي يروح يقول للواحدة بحبك يا بنتي حلال ما ما أقلهاش ويقول لها بحبك ويرجع وقول لي لا 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 ورفضت ففيه نفسيات تقبل وفيه نفسيات لا تقبل ليه بقى بيقولك حتى ده برضو مش رأي ده رأي العلماء بيقولك ليه هي يحلي لها الطلاق لو هي مش قادرة يعني تطلب في الأمر ده ده عكس ما بيقال حتى دايما يقول لك إيه أيوم امرأة طلبة الطلاق بيستشدوا بالحديث ده من غير بقس منها فقد حرمت عليها يا رائحة الجنة وانتي مفيش بقس فيك انتي رؤجوزك راح تجوز عليك وشرب عيبك انك خايفة من نظرة المجتمع عليك انك هيتضصرك بسة وحشة فعشان كده بتطلبي الطلاق لا 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 علة طلبة الطلاق جوادي مش بتاعتنا ممكن تكون نفسية ممكن تكون قلبها ممكن يكون مرض ممكن يكون انفصام يجي لها انفصام حبات كتيرة جدا بتحصل يعني سواء نفسية أو جسدية على فكرة انا مكنتش بيصدق موضوع الجسد ده على فكرة لحدة ما شوفته بعيني مش قادرة ما فيهاش اي حاج ولكن مرض الجسدين المهم الفكرة بقى اللي هم بيقولوها ايه طيب انا دلوقتي هو خد القرار وانا فعلا مش هادرة بص العلماء برضو قلولك ايه يقولك من قدر مش طالبة طلاقة من عايزين بأس عشان ما يبقاش حرامة ومتقعش هيف حرام ايه اللي جواها تقولك لأ قرهاها لي هتخليها تسمو او تخليها تعمل في حاجة او ما تشوفش عيالها او اهملة بيتها او في حالة هزان ومتصالات وشوفتي وعمل وشوفتي وشكاوي وعلى طول ما هيبرم هيبرم سايبة اولادها مهملة بها اهملت بيتها اهملت نفسها مش هتقدل حق كهي كزوجة خلاص اطلبي ودي من الاسباب اللي انفع او من الاسباب اللي انفع يبقى ما جبش عليها لهم اللي تقدر تستحمل والامر بالنسبة لها ما فيش مشاكل لكن هالمشكلة المشكلة مش فكت المشكلة في الصدمة عارف انت بتقولك يعني قاعد معايا سنين وكذا وكان كويس معايا طب قال لي قلت قال مرة كده بهزار ودي الغلط بقى ودي اول نقطة بنبه عليها النهار اكبر غلط بيقع فيه الزوج اللي عايز يعدد او يتزوج مدل ما تسر وانا هقول الغلط على التانية ليه بسر ما توفيدش بحاجة زي كده ايوا والاولى بص بيعمل ايه يعني انت لو كذا ومقصرة وانا اتجوزت اقول لك والله كانت قاعدة هزار والتحليف والله يا دكتورة هلا ما قالها بصفة جد ده كان هزار كده قص انت مقصرة وكذا وكذا فانا هتزوج ايه وحتزوج لا طب ما هو شرعي ربنا لا ما هو حلال ما هو مش عارف ايه بتقسم ايمانات انه لا جبه ولا قالها ولا نبهها ولا انت مسها نفيكل معايب كذا او صلاحي من نفسك من كذا ما قالش ده المرة كده عرضا على سبيل ايزار اكبر خلط يقع في الراجل خدت قرار قعد معه وخليك راجل والله يا بنت الحلال انا مش مرتاح معك في واحد اتنين تلاتة او انا كذا كذا وهاخد الرجالة بيقولولك في رأي شرعي بيقول انا مش محتاج اسبب للغاتي جواز تاني ومش محتاج اخد موافقتها اقهر قلبها ليه خلينا روح اتجوز في السر وهي خليها زي ما هي هاي ايه اللي هيختلف هما بيسألوك ايه اللي هيختلف بعد ما تعرف انت قلت لسه اي له يا حتيجي ورقة يا حتيجي عصفورة طيرة يا حيجي اي هي التانية 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 بتبعا عايزت عشان كذا قلت لها ده جوز زي ما هو جوزك هو جوز وقلت لها كده التانية وعد وعد ده ابنها بيمتحن وده بيمتحن والسبع سنين وما يعرفش ما تعرفش ده وع وده وع ده اسم الاب وده اسم الاب فراحت قالت لها نفس الكلام ليه بقى ليه علشان يابني من باب حسن العشرة ما هو يا المشكلة مش علشان تشيل من على نفسك وجع الدماغ فانت تسر وتعمل وتريح نفسك لأ انت راجل وخدت قرار ومشاء الله اشتا انا بجميل وعريد توكل على الله وكون قد الرجولة وقد ان انت فعلا كده وقول له والله كذا كتاب طب جربي انا بحبك انا مش هقدر استغنى انا طب نهد البيت طب انا ليه كذا واللي قبل القرار اصلا قبل ما تاخد اصلا قرار ان انت تتزوج المفروض ان انت اصلا تقول لها واحد اتنين ثلاثة انا مش عاجبني واحد اتنين ثلاثة انا محتاجهم يتغيروا واحد اتنين ثلاثة كذا ايه رأيك وقدي لنفسك ولنفسها فرصة بدل ما تظلم يا ابني الحلال التزمت باللي انت شايفه وشايف ان هي ديها نقص مثلا معين او تعذرها هتقولك طب هو جاي يقوللي على وقت انا في تعبانة ولسه والدة ولا بردع ولا كنت حام ولا كنت كذا وجاي يخذلي النواقص والمعايب اللي موجودة في كذا طب ماشي دي مشكلة تانية نحلة لكن انا دلوقتي في نقطة السنة قلت لها غلط غلط وتحكي وتقصي لازم الصراحة قبل ما تروح تتجاوز تاني حتى لو تتتجاوز في السر تتععد معاها قاعدت صراحة تقول لها عيوبك واحد اتنين تلاتة اربعة لأنا ضد ان هو يتجاوز في السر يعني انا قدامي راجل فخليك راجل الراجل انت خايف من ايه انت خايف من وجه ان خفت منها دلوقتي مال بعد كده وفيه عيل هتعمل ايه ولك ما خلاص بقى امر واقع طب خدت قرار الانفصال معيني كان قدامك فرصة اولا الاصلاح البيت الاولا ما عليكش مشكلة بمشكلة او انك قدامك فرصة ان هي ممكن تتقبل حاجة زي كده ونفسيتها او تقول مثلا اه ماشي او ده من باب حسن العشرة مش هاللي بقول من باب حسن العشرة انك تعلمها بالامر ده ومصلحة للتاني